هل الرياضة في جعبة المهندس فرج عامل هي بيزنس ولا تجارة ولا نقدر نقول صناعة صناعة خليط خليط هو فرانسفود هو ترانسفير ماركت قالت ان انا اكتر واحد كسبت من بيع اللاعبين في مصر اكتر واحد كتبت معرفش ورئيس نادي بورتو طلع وانا معرفوش وقال احنا عايزين نعمل تجربة سموحة ببيع اللاعبين ورئيس برضو نادي برازيلي وقال الكلام ده موسخ وكلام ده عندي لكن انا ما بحسبهاش كده ولا بعملها كده انا هدفي الاول ان انا اكون فريق يقدر يحط نادي سموحة في مكان كويس ويديله وضعه لان طبعا زي ما سأتك قلت الكرة القدمية اللي بتعمل رونق طبعا والرسالة اللي انا عايز اقولها ان ما فيش دلوقتي نادي ولا شركة كبيرة في مصر ولا شركة كبيرة في مصر اللي عايزة تعمل فريق كورة طبعا يعني ايه؟ يعني حتى الناس اللي تقولك ايه؟ لا السنة ما عنديش كورة مفيش حاجة يسمى ما عندكش كورة قلت عندك هوا سيراميكا وعندك كله كله اه الشركات الكبيرة الجزيرة عمل فريق كورة كل الناس وكل الناس عايزة تلعب في البومتاس كل الناس عايزة تلعب في المطلوب بعدين ما انت شايف شايف الدول السعودية دلوقتي بتسعى ان الدولي بتاعها يكون من احسن خمس دوليات في العالم في انا نجحوا ان يعملوا كده بيتزعف اكتر من مئة خناة فضائية وتمنى الدولي المصري يا ربي يبقى كده هنتكلف الدولي المصري فهو الفكرة ان طبعا انا بشجع كل الرياضات لكن الرياضة اللي بتعمل رونق للنادي واللي بتعمله صمعة واللي بتحسن ايراداته بطريق مباشر او غير مباشر والعدد الاعضاء اللي ولادهم بيمرسوا هذه اللعبة اللي هي اللعبة الشعبية الاولى في العالم هي كرة القدم وكرة القدم اصبحت اليوم هي الصناعة الاولى في انجلترا يعني كرة القدم هي الصناعة الاولى في انجلترا انجلترا الصناعة الاولى فيها وإحنا كمان قدامنا نموذك طبعا اتبنى من سنين اللي هو النادي الآلي والطريقة اللي وصل بيها دلوقتي فأنا هدفي الأساسي إن أبني فرقة كرة قدم قادرة على وضع سموعة في المكان المناسب ويبقى لها منظر شيك يفتخر بيه كل أعضاء نادي سموعة وكل الناس في سكندر هل متشايف إن مجال كرة القدم هو اللي حقق لك النجومية مهنس فرج عامل بلوقتي معروف في مصر بسم الله ما شاء الله عن طريق الأندية وعن طريق اللاعبين وعن طريق السويشية الميديا وبقى كل حاجة هل كرة القدم هي لحققت لك النجومية ولا أنت تستغلى دي 리 صالح نادي سموعة؟ أنا بستغلى طبعا كل حاجات صالح نادي سموعة لأن أنا عايز أعمل كل حاجة بحيث أرفع إرادات نادي سموعة أنا عايز أعمل كل شيء إن أنا أرفع الإرادات لأن كل ما أرفع الإرادات كل ما أحسن الخدمات كل ما ارتقم النادي كل ما حق أحلام الأعضاء كل ما تدينه بخدمات زيادة حتى بسياتك مش عايزة كلام يعني انت ايه حكايتك مع الأهلي الناس تقولك ده المهندس فرج عامل ده معجوم بمية الأهلي هعكي لك حكاية ايه مع الأهلي أنا يعني وانا عندي 8 سنين كنت بروح مع جدي مباريات كرة القدم جدي كان أهلاوي بطريقة فضيعة جدا فكان ياخدني معه وانا عندي 8 سنين اروح اتفرج على مباريات الأهلي اه وانا شفت صالح سليم في الملعب وشفت عادل ايه كان في الملعب وشفت نجوم كتيرة قوي اه للأهلي في الملعب وده الدرجة انه هقولك حاجة هتغوي ملعب يعني في الملعب اه وده انا روحت مع جدي طنطة اتفرج على الأهلي بلعب السكة الحديد يا خبرة ربية وكان معانا واحد صديق صديق جدي كان عنده القلب فمش قادر يحضر المباراة اه فكان قاعد على القهوة هقولك وقعا مش مول بتتخيلها فكان لما الأهلي لما كانت تشات كرة يقوم الناس يقوله يقوم أطلع فوق أقول له مش علينا ايوة وانزل قعد جنب جدي شوف بحكي لحضرتك لدرجة ايه فأنا كنت بتفرج على الآلي واروح ورا الآلي بعد كده استاد القاهرة إلى آخره فطبعا أكيد أنا بحب أن يدي الآلي وأنا يعني مبسوط إن أنا بقول كده لكن لما سموح يلعب الآلي أنا عايز سموح يكسر نعم لكن الآلي بيلعب أي حدي خدت بس أنا مشجع هلاوي أنت شايف إن القرب من نادي الأهلي بحق أخير لنادي سموح أخيد أكيد وبعدين استيقلك الكابتن حسن حمدي خدمنا خدمات كتيرة جدا وأنا مدين له بالفضل وبعدين راجل قدوة قدوة لي أنا حسن حمدي راجل قدوة أخلاقه وانضباطه وإدارته للآلي وإدارته للمؤسسة فطبعا مش عايزة كلامه وأنا استفدت من الآلي كتير جدا لأنا لسه بقولك لولك كابتن محمود الخطيب ببنا يكرمه طبعا وكده إحنا كنا كنت أجيب لعيبة زي دي منين في لمح البصر وهنا التعاون المفروض بالأندية كلها بالضبط وأنا مديت إيدي للناس كلها طبعا أنا بيحتل الزبالك لعيبة كتير جدا أنا عمري بتأخرت يعني عشان حضرتك تكون في الصورة أنا عمري بتأخرت مصلحة سموحة هي الأولى طبعا الله مع مصلحة سموحة لكن لكن التجاوب في العلاقات الطيبة مثلا مع الآلي ده شرفلية أو ده حاجة جميلة جدا أنا بنتعامل الكابتن محمود الخطيب لما بيكلم حريص جدا على مصلحته حريص جدا على مصلحة الأهلي أنا كمان حريص جدا على مصلحة سموحة من حقا لكن الأصول بتتعامل نعم أنت شايف القرابة جدا بينك وبين الكابتن حسن حمدي وبين الكابتن الخطيب وبين كل أقطب الأهلي كابتن عدل كل كل لا نقولك اللي هم مقربين منك أو الكابتن حسن والكابتن محمود والحاجة جمال الجرح والدكتور حسن مصطفى والدكتور حسن مصطفى طبعا ما فيش أحسن من كده هل أنت استغلت القرابة بينك وبينهم كده ولا الاندماج بينهم وبينهم دي فادت نادي سموحة كويس قوي فادت نادي سموحة أولا أنا عارف كابتن محمود الخطيب يعني أقولك أكثر من 40 سنة وكابتن حسن مصطفى وكابتن حسن عمود كون والناس دي كل طبعا فادت نادي سموحة جدا فادت نادي سموحة جدا وبعدين حضرتك مجرد أنت لما بتقعد مع ناس راقية وناس محترمة جدا وناس قمة الرياضة في مصر أنا بستفيد وأنا بتعلم حاجات كتيرة جدا مش عايزة كلام هل دي كانت صدفة لمقابلتك معهم ولا صداقة من زمان قوي نعم وحبايبي وأعزل حبايبي يعني طبعا أنا عاكله برضو بس باحترام طبعا وبعدين حاجة تانية عايزة أقولك حاجة الناس المحترمة دي قعدتها فيها خير طبعا قعدتها عمرها ما بتجيب سيرة حد أنا فاكرة عمرها ما بتتكلم على حد آه أنا ما بتعملش ألا خير طبعا ولو تتكلم تتكلم كلام راقي وكلام محترم بناء نعم وبعدين ستأقولك حاجة تانية بقى مفيش حد بيقعد يقول أسراره ولا شغله يعني أنا عمري مثلا أسأل الكابتن محمود الخطيب الكابتن أنتو جبتو مين ولا أنتو عملتو مين لا أنا أسأله ولا هو حيرد علي طبعا طبعا حشان بس أكون إيه أيو 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 يعني حتى إحنا لما بنتطلع مع بعض رحلات كابتن محمود كتير جدا يقعد في القوضة قفل على نفسه ما حتش يعرف هو بيعامل إيه خالص ولا حد بيسأله ولا يتدخل في عمله ولا يسأله ولا حد ولا هو يتدخل في عمله ولا هو يتدخل في عمل حد واخر بيسأل تقول والدكتور حسن مصطفى جمال بي ما حدش يتدخل أنا عامل لأ أنتو راحين تستمتاعه بس ولأ وكلام في حاجة طيبة محترمة وأنا هنا أنت وصلتني لجملة كان على هلل المرحوم الكابتن صالح سريع آه طبعا قال لي احترم نفسك عشان ناس تحترمك مظبوط دي كلمة أنا عايش بيها لحد الوقت مظبوط طبعا طبعا طيب أنت شايف الكابتن محمود الخطيب في إدارته إيه للنادل أهل لبعض الناس بتقولك إيه إنه هو كان لعيب كرة ما ينفعش أجيب لعيب كرة مرة واحدة وحطه يبقى يمسك إدارة أنت شايف إدارة الكابتن محمود الخطيب في الفترة الزمانية اللي تولاها حق فيها؟ بص هقول لك حاجة مهمة جدا لبك لبك عشان أنت في الإدارة أنا بعتبرك من الناس رقم واحد في الإدارة هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا فضل أولا الكابتن محمود الخطيب عنده مش الأهلي نمر واحد أكتر من نمر واحد وحساس جدا من الأهلي وحساس جدا من أماني للأهلي وتمنياته للأهلي دي واحد الحاجة التانية الكابتن محمود الخطيب رجل يحتفظ بهدوءه بطريقة نادرة يعني ماهما حد دايقه ماهما حد نرفزه استبزه وتعال كلام ده عمره في حياته ما شفته بيتكلم على حد عمر الحاجة التانية حقاني منضبط غير كده بقى ربنا معاه بص بقى دي أنا بقولها لك وبأكد عليها لأن ربنا أراد أنه هو ينصره ويوفقه عنده الرغبة وعنده التصميم وعنده الإرادة وبيمشي بكل حاجة تبقى للأصول والقانون وده كان باين في نهاية طولة إفريقيا يعني خد بسيتك بالأصول الأصول والأصول غير كده بقى أضيف لده أن فيه إرادة ربانية من ربنا ينصره